السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس القراءة للصف الثالث الابتدائي عندي صفحة 58 الجيران رح نقرأ مع حل التدريبات الجيران جلس عدنانو مع أبيه يحدثه عن الجار الجديد قال عدنان سكنت أسرة بجوارنا اليوم يا أبي الأب وكيف عرفت ذلك عدنان ساعدت الأسرة في حمل الآثاث الأب أحسنت يا عدنان هذا واجب إن للجار حقوقا على جاره الأم علينا أن نقدم إلى الجار الجديد وجبة العشاء الأب يجب أن نتعرف إلى أفراد الأسرة ونزورها في الأسبوع القادم إن شاء الله عدنان إنهم أربعة يا أبي فؤاد ومريم والأب والأم سلمة أنا فرحة بجيراننا سألعب مع ابنتهم مريم عدنان أنا سألعب مع ابنهم فؤاد الأم حافظة على الهدوء ولا تزعج جيران أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجار وقال خير الجيران عند الله خيرهم لجاره الأب وقال الإمام علي عليه السلام سألع النجار قبل الدار تدريب الأول أقرأ وأكتب ملائكة عائشة دائماً نائم فؤاد هؤلاء مؤدب سؤال شاطئ دافئ هادئ قارئ تدريب الثاني ضع خط تحت الكلمة التي تكمل معنى الجملة أولاً وجبة الغداء تكون صباحاً لو ظهراً لو مساء ظهراً وجبة الفطور تكون بعد الظهور بعد الظهور لو مساء لو صباحاً صباحاً ثلاثة وجبة العشاء تكون صباحاً بعد مساء لو ظهور بعد مساء تدريب الثالث اقرأ ألف لا تزعج الجيران يا عدنان لا تزعجات جيران يا عدنان ويا سلمة با حافظ على الهدوء يا خالد حافظا على الهدوء يا خالد ويا خليل جيم اجتهد في الدراسة يا تلميذ اجتهدا في الدراسة يا تلميذان اجتهدا في الدراسة يا تلميذان إن شاء الله التوفيق